وزي ما قلنا لحضراتكم في بداية الحلقة في بعض المراكز محسومة كان فيه كلام حياة في الفصل كنت بكلم أعزوه ملا فيه كلام بتردد عن موقف مشاركة أجاية وياسر إبراهيم احنا عارفين طبعاً ياسر إبراهيم بصرف النظر ولكننا هجيب لحضركم التفاصيل طبعاً من مصادر موصوخ فيها كان بيتقاينه هما الاتنين أجاية وياسر إبراهيم عندهم إيقاف ياسر كان مشارعاً بوراء لأنه تحارككم عارفين إصابته هتصغرق يمكن من إسبوعين لثلاث أسبوع ويرجع لنا بالسلامة إيه موقف أجاية وإيه موقف تبرينة فريق النادي الأهلي النهاردة ده اللي هنعرفه مع حضراتكم هنروح دلوقتي لمراسلنا من داخل النادي الأهلي شريف شعبان نعرف آخر تفاصيل خاصة بفرقة النادي الأهلي وتمرينة النهاردة مساء خير يا شريف مساء الخير أحمد تحياتي لك وتحياتي لكل مشاهدة قناة النادي الأهلي في كل مكان وبرنامج السادسة زي ما تفضلت قلت كل أخبار النادي الأهلي خاص وحصرية على شاشقات ندينا الحبيب قناة النادي الأهلي يمكن النادي الأهلي نهاردة كان تمرينه بعد راحة 24 ساعة بدأ في الخامسة والنصف يمكن الخبر المفرح لكل جماهير النادي الأهلي النهاردة مشاركة طبعا اللعب حمد فتحي لليوم التاني على التوالي ومشاركة أيضا اللعب محمود وحيد بعد العودة من الإصابة يمكن الاتنين موجودين فعلا في تمرين النادي الأهلي احنا كنا مصورين طبعا أو كنا متابعين تمرين النادي الأهلي أول نصف ساعة لكن طبعا إدارة النادي الأهلي نهوت أو إدارة القرى في النادي الأهلي في نظام فلازم بعد مرور نصف ساعة طبعا يكون كل الكاميرات خارج ملعب تيتش حرصا على سرية وشغل مستر نيني فيرر طبعا إن الراجل بيشتغل باله أربع خمس أيام على مباراة إنبي المقبلة فطبعا من حقه جدا إنه محدش يصور كل اللي بيحصل داخل التمرين زي ما طمنتك على محمود وحيد وحمد فتحي أطمنك على أيمن أشرف يمكن أيمن أشرف إحنا عندنا مشكلة في خط الدفاع ما فيش غير محمود متولي فأنا النهاردة كان ليلقاء مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق إنه قال لي هيعمله تيست لأيمن أشرف قبل التمرين وهنشوف النهاردة فعلا أيمن أشرف يمكن اتعمله تيستي وبدأ يجري حوالين الملعب يمكن الظاهرة أو الشواهد كلها بتقول بإذن الله بإذن الله هيكون بإذن الله بنسبة كبيرة بش أكيد ولكن بنسبة كبيرة هيكون بإذن الله موجود في مباراة إنبي يوم الحد كابتن سيد عبدالحفيز اتكلم معنا والف أجاي موجود بالفعل من حقه شارك في مباراة إنبي المقبلة حسب الرؤية الفنية لمستر طبعا ريني فيرر لكن ياسر إبراهيم زي ما احنا عارفين عنده إصابة في الكاحل بتتكلم بإذن الله في أسبوع عشر تيام يمكن بدأ الجاري الخفيف النهاردة في التمرين فبإذن الله يعني السرعة في الشفاء موجودة مع ياسر إبراهيم بإذن الله بنأمل إن ما ياخدش مدة طويلة في العودة مرة أخرى محمد بحمود أيضا العيد من رباط صليبي بيجري التمرين التأهلية ويمكن خلاص بتتكلم في أسبوع عشر تيام بإذن الله ويكون موجود مع باقي زملائه في التمرين حيث أن الشحات يمكن هو اللي لسه بنتكلم في ثلاثة أسبوع بإذن الله وأقل بإذن الله ويكون موجود مع باقي زميله شريف خليني أعرف منك لو سمحت يمكن كان في كلام على موقف أجاية من المشاركة وهل في إيقاف قبل التوقف طبعا بسبب فيلس كورونا بالنسبة للأجاية لأنه الحقيقة يمكن زي ما زميل حتى أكدوا لي دلوقتي لو كابتن سيد عبد الحفيز بيقول إنه موقف أجاية من المشاركة ما فيهوش أي مشكلة وإنه يعني إذا كان طبعا رؤية ريني فايلر مشاركة أجاية هيشارك في اللقاء عادي جدا آه طبعا أجاية بطمينك أجاية موجود بكل قوة في التميرانات النادي الأهلي وحق الأجاية المشاركة مع فريق النادي اليوم أي مع فريق طبعا الأهلي يوم الأحد في موراة أمبي ولكن طبقا للرؤية الفنية لمستر ريني فيرر تعرف سوشال ميديا وبعض المواقع بتكتب كلام من وحي الخيال ولكن بطمينك أجاية موجود متاح لفايرر لو حاب يشركه في أي وقت في المباراة متاح جدا أجاية وأجاية من الورقة الربحة ليه النادي الأهلي في الفترات الأخيرة إذا كان طرف شمال أو طبعا بيقوم بدور الفرود أو المهاجم الصريح للنادي الأهلي ما شاء الله نمسك الخشب ماشي كويس جدا في تمرينات فريق النادي الأهلي زي ما قلت لك فيلر شغال على التكتك بتاع المباراة وممكن التحفيز الخطط والجمل الفنية للعايب النادي الأهلي بقاله 4-5 تيام ومركز جدا لهذه المواجهة لستارت بتاع النادي الأهلي وممكن عمل له محاضرة قبل بداية التمرين وحذر فيها من فريق أمبي اللي اتفرج على 3-4 مباريات لي أو ملخص لمباريات أمبي حذر من خطورة فريق أمبي طبعا معه مدير فن كبير هو الكابتن حلمي طولان وقال للعايبة ما نستهترش بهذه المباراة ولازم الستارت بتاعنا يكون قوي جدا ويبين لكل جماهير النادي الأهلي لأن فريق النادي الأهلي أصبح جاهز للعودة مرة أخرى علشان كمان يبقى جاهز أكتر لمباراة الوداد في أفريقيا بإذن الله بإذن الله يكون الفوز حليف النادي الأهلي في كل مباريات والفترة المقبلة وبالأخص مباراة الوداد وهيتوق طبعا بالنجمة التاسعة أو باللقب التاسع زي ما قلت لك النهاردة التمرين كان الساعة 5 ونص بكرة الصبح هيكون الساعة 9 ونص لأنها هيكون في مسحة زي البرتقول الطبي طبقا التعليمات وزارة الشاب والرياضة طبعا وزارة الصحة والدكتور محمد سلطان بكرة يكون في مسحة بعد التمرين اللي هيكون صباحا وبإذن الله ننتظر النتيجة يوم السبت عشان بإذن الله بإذن الله يكون المسحة بإذن الله تكون إيجابية ويكون اللعيبة كلها متاحة لفيرل عشان يتمرن يوم السبت الساعة 4 ونص ويخش من بعدها معسكر ليلة مباراة أمبي اللي نتمنى بإذن الله يكون الفوز حليف النادي الأهلي فيها أنا معك يا أحمد لو أقي استفسار أي سؤال أنا معك بشكرك شكرا جزيلا زماننا شريف شعبان من داخل النادي الأهلي دي كانت الحقيقة آخر التفاصيل الخاصة بتمرين النادي الأهلي وزي ما قلنا لحضراتكم الحقيقة أنه يعني فيه طبعا إحنا منتكلم على 72 ساعة تقريبا بتفصلنا عن مباراة الأهلي وإمبي وزي ما قلنا لحضراتكم الميران النهاردة كان يعني بيغلب عليه حالة تركيز عالية جدا نتمنى طبعا أنه إحنا طبعا حضراتكم عارفين أنه الأهلي سابق بكثير جدا في ترتيب الدوري العام وأعتقد أنه هتكون فرصة على الأقل لمطشاط شهر أغسطس على رغم أن فيها مواجهات تقيلة ومنها مواجهة الزمالك إن شاء الله يوم 22 لكن أعتقد أنها هتكون فترة إعداد كافية كمان تدخل لعيبة فورموت مطشاط وتجهزهم إن شاء الله للموباراة الأهم فيه قبل النهاء إن شاء الله بطولة إفريقيا الدوري الأبطال أمام الوداد موسيقى